أشكر حضور لجنة التحكيم الموقرة بدءاً برئيس لجنة التحكيم والعضاء الكرام الذين تقبلوا عناء التحكيم بهذه الدورة وأود أن أشير لهم وللنخب القرآني المشاركة معنا في هذه الأمسية أن التي حضرت على منصة المسابقة هي الحافظة لكل القرآن الكريم حنان خلفي والتي تحفظ القرآن الكريم بأسلوب جميل رائع يشبه شيئاً من المعجزة القرآنية تحفظ القرآن الكريم مع ذكر رقم الصفحات وتحفظ القرآن الكريم بأن تقرأ لها بداية الآية ثم تكمل بسرعة فائقة الآيات الأخرى تستطيع قراءة أيضاً بدء الآية من الصفحة على اليمين ثم تنتقل بسورة سريعة إلى نهاية الآية التي على اليسار من خط عثمانطها بعد ذلك تستطيع أن تقرأ بداية الآية من الصفحة على اليسار لتنتقل إلى نهاية الآية من الصفحة على اليمين أي بهذا المعنى بسورة في تستطيع أن تقرأ وتقرأ وتقرأ وستنظرون وسترون ما ستقرأ بإذن الله تبارك وتعالى إضافة إلى المعاني القرآنية والمفاهيم المتجلية إذن هي تحفظ أيضاً حفظاً موضوعياً جميلاً إشارة لتبيان القرآن الكريم نتابع مع المحفوظات هذه الحافظة التي حفظت القرآن على مدت سنتين و ما زال عمرها لم يرقى إلى التاسعة فحيوها بذكر محمد و آل محمد حنان جان شما خودتو معرفی کن بابه گفتگو و سخن رو باس کن تا بعد برسیم به سؤالت بسم الله الرحمن الرحيم سبه رکوهن طاق عیبان ماست همسال بلندیز قرآن ماست با عرض سلام و دبا احترام حنان خلافی هستم حافظ كل قرآن الكريم من از سن چهار سالگی رفتم جمعات القرآن روخانی و رموخانی ریاد گرفتم بعد از پین سالگی شروع به حفظ قرآن کردم در مدت دو سال حافظ كل قرآن شدم برای اجرای برنامه دو سفر به لبنان رفتم یه سفر به تورکیه رفتم دو سفر به عراق رفتم یه سفر به سوريا برای زیارت اعظام شدم چگونگی حفظ من شمای شبار صفحه بفرمایید من آدرس دقیقه اون سفر رو میگم یا اول آیات رو بفرمایید آدرس دقیقه اون آیات رو میگم اول آیات رو از بالا میام پایین اول هر سفر رو از ابتدا تا انتهای قرآن میگم سوراهای قرآن رو در کم تا رضی دقیقه میگم قرآن رو به صورت زبدری میخونم آفرین این توضیحاتی که هننان خانم دادن اگه بخواییم تک به تک بپرسیم فکر میکنم خودش یه سحن مسابقاته میخواد و یه سه چهار ساعت وقت وسیع که بتونیم بپرسیم اما در محضر اساتید بزرگوار ارز میکنم اگر میکروفون سیار هست بله از اساتید بزرگوار جناب آجای محمدی میخواییم با شما آغاز بفرمایید یک سوال بپرسید باید تک به تک سراغ اساتید خواهییم رفت خواهیش میکنم هر کدوم از اساتید بزرگوار بله جناب آستاد اباسی خواهیش میکنم سوالی بفرمایید آیی رو تلاوت بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم و سارعو الى مغفرت من ربکم و جنت عرض و هس سمت و الارض اعدت للمتقین سریعا العمران صفیل شس ف هفت افلا سف و سارعو و ای آخرا سف ایم سس کم قرحون سف در سمت رست جز چهر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و سارعو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات و الارض اعدت للمتقین الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالْضَرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ماشا الله سلوات خط بفرمایی ماشا الله ماشا الله خب با توجه به این که مهمانان عزیز کشور جاموری اسلام ایران هم هستند من خواهش میکنم یا خود حنان خانوم این توضیحاتی که میدن اول صفه آخر صفه اینها رو اگه میتونید چما به زبان عربی خودت بگید چون دیدم میگی در بعضی از مجلس اگر نه که من از آزت احمد نجف خواهش کنم که اینها رو بگن که توانایی هنان خانوم متوجه بشن دوستان و سروران عزیزی که چگونه مسلطن هم صفه رو هم انتهای صفه هم ابتدای صفه هم آیات رو خودشون بگن بله خودشون بگن هنان خانوم اب نداره بذاره سوال بعدی رو توضیح بده بسیار خوب جناب اصداد روغنی اگر این آیات بفرموید ابتدای یک آیات رو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثا سریح جران جزیل جزیل بیست و پنج صفه پونسد و هیفده اول صفه یا ایها الناس امنو جتنی بو کثیران آیا آخر صفه ایناللہ اعلمو صفه در سمت راسته عربیش هم بفرمید اینا رو دیگه حالا زهنش بچه میره سراغ عربی دفتن سرات الحجران ال آیات الأولى یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا ال آیات الأخیرہ این اللہ یعلم صفحه فی جانب الیمین الجزء الخامس والعشرون بشار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس انا خلقناكم من ذکر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم اندالله اتقاكم ان الله عليم خبیر قلت الیمین امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلو اسلمنا ولما يدخل الیمان في قلوبكم و انتو طیع الله و رسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم ماشاء الله صلاوات خط بفرمایید اللهم صلی علی محمد محمد احسن ماشاء الله خب من خواهش میکنم از اساتید بزرگبار مهمان کشور جمهوری اسلام ایران استاد الاسامنه استاد الدوامنه سروران عزیز هر کدوم صلاح میدونن یک سؤال رو مطرح کنن تفضل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا يخرج إلا نكذا سر اعراف سفی صدف هنجه هاشت الظلسف والبلد الطیب والی آخر سفق قال يا قومي سرط الأعراف الآية الأولى والبلد الطیب الآية الأخرة قال يا قومي صفحة في جانب اليسار الجزء الثامن ماشاء الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيرم إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَعَذَبَ يَوْمِنْ أَلِيمُ ماشاء الله سلوات ختم فرمائی اللهم صلوات على محمد وعلى محمد معجل فرجام طوال مندی های زیادی هنان خانوم دارن که حالا گوشه هایش به سمعون نظر شما سروران عزیز و عرجمن دستید که هر کدام شما کارشناسید و خبرگان فند قراعت و حفظ قرآن کریم من خواهش میکنم از هنان خانوم میتونیم به روش های مختلف بفرسیم اما به دلیل کم بوده وقت من خواهش میکنم اون روشی که شما اسامی سوره های قرآن رو از ابتدا تا انتها برای ما بگید و بخونید به سرعت یک دقیقه یعنی واقعاً تبقی کندکتور ما این سوره ها رو ایشون پشت سر هم میارن خواهش میکنم این سوره ها رو برای ما بگید اجازه بفرمید من عربیشم بگم خدمت خودش نمیتونه بگه نه این توضیحش رو بگه الحافظ لكل قرآن الكریم حنان خلفي اضافة الى محفوظاتها الدقيقة في رقم الآیات ورقم الصفحات والقراءة التي نستطيع ان نقول عنها بطریقة في والسرعة الفائقة في تصفح الصفحات عندما تقول بداية الصفحة الاولى تستطيع ان تقرأ لها خمس صفحات اخرى تستطيع ان تقرأ بعد عشر صفحات فقط تقولون عشر صفحات اخرى اقرأي فتقرأ بعد عشر صفحات فتقرأ بعد عشرين صفحات فتقرأ بعد بسرعة فائق لكن الوقت مقتضب سألها عريف الحفل انه تقرأ لنا في دقيقة واحدة اسماء السور كاملة مئة واربعة عشر سورة فستتفضل في دقيقة واحدة بقراءتها خیلی مام فتقرأ بقراءتها من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أغنى وأقنى سري الناجم سفي حنساد بستحاش أبل سفي وأنه خلق الزوجين الذكر وأنه آخر سفى فتولى عنهم سفى دع سمت شافة سورة الناجم الآية الأولى وأنه خلق الزوجين الآية الآخرة فتولى عنهم صفحة في جانب اليسار الجزء التاسع والعشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم ناح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفك تأوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ما شاء الله ما شاء الله سلامت قطع بفرمایم خب شعرانا من قصص عن كبوت روم لقما سجد أحزاب سبأ فاطر ياسي صفات صاد زمر غافر فصلات شورا زخرف دخان جافية أحقف محمد فاتح حجرات قافضة رياض طور ناجم كمار رحمان وقاحدين مجدلين حشو ممتين نصف جمعا من فغنت غبون طلق تحريم مولك قلم هاك معرج نوح جن مزمل مدثر قياما إنسان مرسلات نبان زعات بس تكوير انفطاق متففين الشقاق برجط رغع على غشيا فاج بلاد شمس ليل دوحاشا حتين علاقات باينزز العديات قرعة كثور عصر مزافي القرش معون كثار كفرون نصر ماساد إخلاص فلق نصر ماشاء الله صلاوات خطو بفرمید الله صل على محمد خلی ممنون ومتشکرم از هنان خانوم خلفی عزیز و بزرگوار نکته رو شما دارید هنان خانوم فرمایشی دارید صلاوات خسته ممنون بفرمید بفرمید دارید ممنون بفرمید نقید و حجتک على من فانقل آرز ومن تحت الثراب الصدیق الشهید صلاتا كثيرا تومتا زاكية متواصلة مثواترة مترادفا صلاتا كثيرا تومتا زاكية متواصلة مثواترة متواصلة مثواترة متواصلة مثواترة قرآن القرآن خدا رو شکر میکنیم به واسطه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نوجوانان و نونهالان ما این گونه دل به قرآن بستن و این جای شکر داره که شکر کنیم تا انشاءاللہ نعمت ما اضافه بشه لئن شکرتم لعزیدن نکم خیلی مؤمنون و مچکرم از هنان خانم خلفی همینطور که میدونید حالا در دیدار بقام معظم رحبری درخواست کردن که تلاوت ترتیلی رو زبط کنن و همینکه دومان اولین تلاوت ترتیل بانوان مشغول زبط تلاوت ترتیلشون هستن ممنونم انشاءاللہ که همیشه در محضر قرآن باشن تدر و مادر بزرگبارشون هم در جلسه حضور دارن براشون آرزی موفقیت میکنیم سلامتی این نونهال قرآنی سلامات رو جلی ختم فرماییم بیعنایت من قاید ثورت الاسلامیه سیتم و تسجیل ختم کامله بهذه البرعم بإذن الله تبارک و تعالی لتكون اول قارئة في الجمهوریه الاسلامیه فی ایران سیتم تسجیل ختم لها